أكد وزير البترول لطريق الملة السير بخطة ثابتة وفق روية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون والتحول التقي إلى وقع ملموس من خلال مشروعات فعلية يتم تنفيذها خاصة مشروعات الهايدروجين الأخضر ومشتقاته جاء ذلك على هام الشيء جلسة الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتيكا نرويجي الرائدة ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة المناخ كوكتونتي إيت والمنعقدة في دبي اشتركوا في القناة